برعاية الشيخ حسن الجابري قائد الهبة الحضرمية الثانية نظمت اللجنة التنفيذية لمخرجات لقاء حضرموت العام حرو لقاء مع نخبة من الأكاديميين وشخصيات القبلية والاجتماعية صباح اليوم في مديرية الشعر بمحافظة حضرموت وفي اللقاء دعا الشيخ الجابري كافة شرائح المجتمع والمكونات السياسية والأكاديميين إلى ضرورة توحيد الكلمة والصف في هذه المرحلة وطلب الشيخ الجابري السلطات بحضرموت بيعادة تشغيل ميناء الشحر كما جدد دعوته إلى قيادة المجلس الرئاسي بإصدار قرار فوري بترحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت اشتركوا في القناة